السلام عليكم سماحة الوالد هذا السؤال مورد من ليبيا يقول عندنا اعتقاد سائد أن المرأة إذا أكلت لحمة الإبن في بداية حملها فإنها لا تضع الحمل حتى تأكل منه مرة أخرى فهل لهذا أصدر في الشرق يراجع الأطباء في هذا يراجع الأطباء في هذه المسألة إذا قرروا هذا من ناحية طبية فإنه يكون صحيحا أما إذا قرروا ما لها صلاة فليس لهواسط